اسبوع الامامة في كل عامٍ يأتي محفوفاً بالانوار الالهية والبشارات الربانية حيث عيد الغدير الاغر ومباهلة الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه مع نصارى نجران وتصدق امير المؤمنين سلام الله عليه بخاتمه الشريف والبيعة الثانية لامير المؤمنين عليه السلام ونزول ثمان عشرة آية في فضل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لقد ذهشت وأذهلت من كل الأشياء الإيجابية في هذا المؤتمر من التنظيم من الإقامة من الإيواء من كل شيء ولله الحمد وأظن أن هذا الملتقى كان ناجعاً إلى أقصى درجة اسبوع الامامة يوفر منبراً علمياً ثراً في مجالات مختلفة تتعلق بمعالجات حقيقية لأزمات هذا العصر هذا الطرح الحديث الذي يبين لنا سيرة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ويبين لنا مدى اهتمامهم في الجوانب الاجتماعية والسياسية والعلمية طبعاً قدم مجموعة من الباحثين قراءات مهمة أغلب هذه القراءات هي تناولت القضايا التربوي والقضايا الأخلاقية التي تؤثر بطريقة وأخرى على المجتمع ونفع وتقدمه العتب العباسي المقدسة طبعاً لها الريادة ليست في المؤتمر هذا وأنها لها الريادة في الطباعة الكبيرة والتحقيقات والمطبوعات التي تنشر دائماً أما فيما يتعلق بالمؤتمر يقيناً هذه البحوث هي مسألة مهمة جداً أولاً لتوثيق هذه البحوث ثانياً لنشر هذه البحوث في المكتبات العامة والمراكز البحثية وثالثاً نحن مقبلون على جيل يحتاج أن يتعرف على دينه على تراثه على عقيدته عنوان بحثي هو الخطاب الإمام الجواد عليه السلام قراءة في ضوء نظرية الفعل التواصلة لقد كان عنوان بحثي حول موضوع قبسات نوانية من حياة الإمام السجاد عليه السلام وقد اخترت هذا الموضوع نظراً لأهمية ولتأثور العجيب والعميق لهذا السيد من أهل البيت لأنني تصورت المشهد العاشوري في أرض الطفل كان عنوان البحث المنهج الفكري والسياسي عند الإمام الجواد عليه السلام وأثاره في بناء الفرد والمجتمع خطابات أئمة أهل البيت الآن بدأت تأخذ لها مجرى تطبيقي وليس فقط تنظيري عبر المؤسسات التي أقامتها العتبات الحسينية والعباسية المقدسة وإشراف كادر من المتخصصين والحوزويين على تلك المؤسسات أدى هذا الأمر إلى نجاح جميع المؤسسات بتفعيل خطابات ومنهج أهل البيت عليه السلام وأثره في تفعيل المنهج الإسلامي الصحيح لتنشئة الفرد والمجتمع وجزى الله القائمين والمشاركين من الأخوة المؤمنين أهل العلم والفضيلة لما قدموه لنا في هذه الأيام المباركة ما رأينا إلا جميلة ما رأينا إلا الأشياء الإيجابية الحق ولله الله وكل الإخوة اللي معايا فيه التونسي أخ جزائي اندهشوا من التنظيم المحكم والدقيق تهدف العتبة العباسية المقدسة من هذا الأسبوع إلى تحقيق جملة من الغايات المعرفية والتربوية منها استلهام التراث الإمامي في مخاطبة أبناء العصر وحل أزماته والتزود من الزاد المعرفي والإنساني لأئمتنا عليهم السلام ولا سيما في جوانب تربية الفرد وإصلاح الأمة وهو موضوع أسبوع الإمامة لهذا العام فضلا عن استحداث مكتبة معرفية تضم كل ما تجود به أقلام الباحثين ويشتهد فيه المبدعون ترجمة نانسي قنقر